السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الكوتش والمؤلف أسوكا حسن موضوعنا اليوم هو موجة لطلبة الطالبات المخبرة عن الامتحانات إن شاء الله لكي يحاولوا يجنبوا الوقوع في بعض الأخطاء التي يوقعوا في الليلة الأخيرة قبل الامتحان وبالضبط حتى في الليلة الأخيرة ديال الامتحان نحن كي كل شي تعرف بأنه الاختبارات تشكلوا واحد الحاجز نفسي الطالب أو الطالبة كيفما كان مستوى دياله سواء وكيفما كانت المرحلة الدراسية دياله ومرحلة العمرية وبالأخص الناس اللي ديما مقابلين عن توجهه وامتحان ديال الوطني وهناك كي المجموعة ديال الأخطاء اللي على الطلبة والطالبات يجنبوهم ووقوع فيهم خاصة في الليالي ديال الامتحانات الأخيرة والليلة الأخيرة بالضبط دونك باش نجنبو احنا هاد هاد الوقوع في هاد الأخطاء هو دك السهار نحاول ننقله من السهار لأنه لكان السهار وكانت قلت النوم رادة يأطر عليها في الأيام مقابلة تكون في الامتحان النقطة الثانية هو مني تكون تنبريباري نحاول نقلس واحد القلسة اللي هي مستقيمة مزيان حسب المكان تنقلس فيه لأنه حيث باش ما لكن ديك القلسة اللي هي شوية مقوسة أكون على يقين راح تنسبة الأكسجين باش تدخل الدماغ ما تتوصلش وحتى هاد اللي بومو ديولي ما تيفونكسونيوش مزيان تحاول تكون واحد القلسة اللي هي مستقيمة ما تكونش زلزة خاطئة أثناء المذاكرة الشيء الآخر تولتي على تركيزنا دوك الإيحاءات سلبية ما عد كات تكون هاد المادة هاد المادة تكون صعيبة أنا تشبه قليفين مزيان تنزيد الإيحاءات سلبية أكثر تنولي مركز عليهم وهذا تأطر عليها بصورة غير مباشرة على تركيز ديالي وأنا مثلا نقدرش نرطيه البال عندنا كذلك نقطة أخرى مهمة مهمة هو ذاك الخوف والقلاق وتفكيل مفرد زايد 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 على قياسه في اختبارات ذاك تفكيل التي يقدر إديني حتى تتبغي تجيني بكي وهذا توقع بزاف الطالب والطالبات من ناحية الآكل نحاول بما أمكن نبعد على ذاك الوجبات التي يكونوا دسمة أكثر أكثر رغمهم حتى ذاك شكل ديالي ساندويش ذاك شي تلقاني ذاك شي باش ما بعتهم لأنه في العملية ذاكذا مرة ستتطلب وقت كثير باش يتضموه ذاك شاش تطنوه صباح وخلع سيتمنيت سواء تتحف الصباح بأنك عندك تعاب منعستيش مزيان عندنا كذلك إحنا مثلا نقشوش الجدول خصي يكون الجدول لديك المذاكرة الغير موجودة اللي ما تتحط عليها الجدول وتتعرف في متى تبدأ متى تساري وتتحط واحد المادة وتتبقى غادي ما تتعرش لفترة اللي غادي يتقبل لك تتولي قبل لك فترة طويلة هذا أرى المشكل خاصة في البربراسيون ذاك الطالب والطالبات نتمنى هاد هاد النقط اللي اتقاسمت معكم اللي هم موحسات النقطات لمهم من المهمين نحاولوا نجنبهم وخاصة في الليلة الأخيرة تتكون قبل الامتحان وباش ما وتقدر التلتين قبل الامتحان باش نحاولنا من ناحية الجلسة ديها نكون على الأقل قوي لأنه وراء مدة تنقص بزاف بعض المواد اللي تندوس فيهم تكون فيهم تتسويح اللي تنقص فيهم في الاختباء أي تعليق مرحباً به أي سؤال مرحباً به الأبنائي وبناتي الطالبات وتمنى لكم التوفيق وشكراً